شهر واحد يفصل إيران عن سلاح نووي هكذا توقعت مجلة فورين بوليس الأمريكية مستشدة بظهور وزير الخارجية الإيرانية الجديد حسين أمير عبداللهيان لأول مرة على المسرح الدولي الأسبوع الماضي وتصريحاته في الأمم المتحدة التي أثارت انتباه المراقبين وسط تخبط إدارة الرئيس جو بايدن بهذا الملف في وقت تشير كل من المصادر الأمريكية والدولية إلى الاعتقاد الناشئ بأن طهران ستخرق القوانين الدولية تحت غطاء السمرار المحادثات مع الغرب المجلة أكدت أن كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إيران تتحرك بالفعل إلى الخطة با لتقوم بتأجيل المفاوضات بينما تستعد للاختراق السريع للوصول إلى سلاح نووي وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أن برنامج إيران النووي وصل إلى لحظة فاصلة وحذر قائلا بأن الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران وهنا كانت الإشارات لتحرك عسكري ضد إيران وهو ما توقعه رايل مارك وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وخبير في شؤون إيران حيث رأى أن الرد العسكري سيأتي من إسرائيل وليس أمريكيا بسبب تراخ إدارة بايدن مجلة فورين بوليسي تختم تقريرها بأن إيران الآن أقرب إلى القنبلة النووية مما كانت عليه في أي وقت مضى وفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبهذا فإن إيران التي جرت منطقة الشرق الأوسط إلى ويلات متتالية تتمادى اليوم أكثر في كذبها بمحادثاتها حول برنامجها النووي لتهدد العالم بأسره وسط تراخ أمريكي من إدارة جو بايدن تراخ قد يمثل حجر الأساس لسباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط ويجر المنطقة إلى أزمات متتالية